ولذلك احنا عندنا مجموعة من المعايير تساعدك عشان تخترم مستشار مناسب اول حاجة استشير من يحترم العلم ففي معايير لاختيار المستشار منها ان هو يكون اهل معرفة وان هو يكون مسببش مشاكل وانه يكون المستشار دوت شخص مؤتمن ما بيكشفش الاسرار ولا يكون المستشار دوت عنده غرض من الاستشارة كل دي معايير الحاجة التانية اللي احنا لازم نرعيها ونعملها ان احنا لما نستشير حد نستشير واحد من اهل العلم وما تستشيرش وبيحترم العلم ما تستشيرش حد بيهين العلم ويتكلم بكلام سلبي عن المعرفة ولا عن العلماء انا قصد اقول لكم كده لان حضرت النبي قال انما شفاء العي السؤال انما شفاء العي السؤال مين للطبيب للعالم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون يبقى عشان كده لازم لما تستشير حد يكون ايه بيحترم العلم ومن اهله تالي حاجة استشير مستشار مستقل بلاز تستشير حد لو عايز يشير عليك بشيء دايما يطلب منك انه يعرف رأيك الاول يا سيد انت كده بترمي علي الاستشارة لان في الغالب هيزبط رأيه على رأيك الا لو كان بيدربك او معلمك فعايز يعرف فين محل الخطأ في تفكيرك لكن الاساس لما تستشير حد تستشير حد مستقل مش عايز يعرف رأيك عشان يزبط استشارته على رأيك الحاجة الرابعة ما تستشيرش مستشار لسه بيجرب وبيجتهد لو لسه بيجرب وبيجتهد ممكن يجرب فيك ويئذيك وعشان كده اللي هيطبب وهو ليس بطبيب واللي هيشير وهو لم يصبح مستشارا هيضمن خمس حاجة ما تستشيرش مستشار في عزلة يعني واحد قاعد في عزلته كده فانت هتروح تستشيره اللي في عزلة ممكن يربيك يزهدك لكن المستشار وظفته انه يربط ما بين حياتك وبين مرجعيتك يعني يربط ما بين العلم والحياة فما تستشيرش واحد معتزي للحياة ولابد يكون ملاحظ للتغيرات اللي بتحصل حواليك طول الوقت لو هو مش ملاحظ ما تستشروش رقم ستة استشير مستشار مدرك للواقع بلا تستشير مستشار غير مدرك للواقع لان ده عيدايقك ويئذيك ويخليك ما تقداش تحس بالاستشارة بشكل صحيح